فيما دع الرئيس المصري إلى تقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية مستبعدا تخفيض قيمة العملة المحلية مجددا خلال الفترة المقبلة كشف بنك جولدمان ساكس مؤخرا عن حاجة البنك المركزي المصري إلى 5 مليارات دولار لسداد الالتزامات العاجلة وذلك قبل أن ينتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة مرجحا فشل خطة بيع الأصول التي تعتزم الحكومة المصرية اتباعها لسداد مديونياتها والتصدي لأي تضخم محتمل للجنيه وهو ما يطفي حالة من عدم اليقين على الوضع الاقتصادي في مصر حول هذا الأمر معي ضيفي أستاذ هاني جنينة محاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة برحب أحدك أستاذ هاني أهلا أستاذ هاني بداية أستاذ هاني لماذا تأجلت مراجعة صندوق النقد الدولي حتى الآن والتي كانت مقرر لها مارس الماضي سوائل كويس جدا تأخرت هذه المراجعة مش في مصر بس لكن في مصر تونس باكستان حصل بعض الاختلاف وجهة النظر مع صندوق النقد الدولي على سرعة أو وطيرة تنفيذ بعض المتطلبات خاصة بالمراجعة الأولى أو بالبرنامج عامة في الدول الأخرى أساس هذه المتطلبات هو تحرير سعر الصرف بالكامل ثانيا رفع الدعم عن المحروقات وعن الغذاء طبعا بالنسبة للدول الثلاثة اللي احنا نتكلم عليهم ومصر على أولهم هذه المتطلبات لها أثار اجتماعية وسياسية قوية جدا طيب لماذا أقدمت الدول على تأخير المراجعات بهذه الأرياحية في الوقت اللاحق فعلا هنجد أن وقت بدء المفاوضات السنة اللي فاتت سواء مع تونس مصر باكستان كانت أسعار السرع العالمية في قماتها بعد الحرب الرسولة الإكرونية دلوقتي بعدها بسنة تقريبا يعني من يونيو 2022 ليونيو 2023 أسعار السلع في مجملها بترول وغير بترول نزلت بحوالي 30% ده نمرة واحد نمرة اتنين هناك أمل أكثر في نزول أسعار السلع أكثر مما يقلل الضغط على هذه الدول ليه للنصين معدل النمو فيها تبطأ بشدة بسبب قطاع العقاري فبدأت هذه الدول الناشئة اللي دخلها في مفاوضات صعبة جدا مع صندوق النقد الدولي تجد بعض الأرياحية أو انخفاض الضغوط فممكن لأ ممكن نتكلم تاني يعني بدأوا في مرحلة لأ ممكن نتكلم تاني وممكن مرحل تنفيذ هذه الإجراءات آه وممكن كمان إنه مش ببقى ما عنديش أزمة أن أنا لازم أاخد الأموال دلوقتي أو أاخد باقي التمويل دلوقتي طيب حدك في النص قلت تحرير سعر الصرف ودي من الشروط الواضحة جدا لصندوقنا قدميننا البدايات طبعا في بعض الاقتصاديين يقولك تحرير سعر الصرف ده مضرة حتى بالاقتصاد العادي يعني الدول الكبرى ما فيهاش تحرير كامل لسعر الصرف زي ما بيطلق وبالبعض الآخر يقولك لا تحرير سعر الصرف ده ممكن يبقى فيه مستثمرين ويبقى حركة الدولار أحسن الوضع الاقتصادي يكون مستقر أكثر أيهم أصح؟ أنا من المؤمنين جدا بتحرير سعر الصرف لسبب تحرير سعر الصرف يتطلب نمرة واحد هو بيخليش فيه سوق سوداء بالمقام الأول ما بيخليش فيه سعرين كل المتعملين يتعاملوا مع البنك تبقى فيه وفرة بعض النظر عن السعر ده طيب إحدى البنوك الأجنبية كان هناك زيارة لمجموعة مستشارين منها وقال البنك أنه حاجة مصر بتصل إلى 18 مليار دولار من أجل الوفاء بكل التزاماتها وقاله كمان أن مصر تعيش حالة عدم يقين عالية كيف ترى هذا التعليق؟ الحجم التمويل المطلوب قريب جدا فعلا من أعلانه البنك المركزي إحنا سنويا على مدار السنتين الجايين يعني 23-24 كل سنة فيهم محتاجين فيه موازي 20 مليار دولار احتياجات تمولية يعني إيه برضو احتياجات تمولية؟ إن أنا بسد العجز في ميزان المعامرات الجارية الفرق بين الاستيراد والتصدير بمطهة البساطة يعني وسداد المديونيات اللي عليها فالدولة ككل جميع أطيافها يعني أو مؤسساتها محتاجة 20 مليار دولار فالرقم صحيح موضوع إن الضبابية عشان السبب اللي احنا بنقوله بالزبط يا أستاذا ناسمها السبب إن دول كثيرة وليس مصر فقط يعني تونس أعلنت رسميا نسحبها من فوضات إلى إشعارهم آخر كل الدول لقيت عندها إن المتطلبات الإصلاح التي تستدعي إن ما باش فيه ضبابية إن أنا بس أحر سعر الصرف وارفع أسعار المواد البترولية وخلافه لقيت إن هدي المتطلبات ستصطدم بالشارع استصطدم بالمواطن العادي ولجدوا برضو في انخفاض أسعار السلع عالميا بعض الأرياحية وبعد هدي الدول بأعوز أقول لحضرك حين بدأوا يدوروا على مصادر أخرى للتمويل بدون مشروطية الصندوق النقد الدولي منها على فكرة مصر يعني مصر دلوقتي بتحاول إنها تعمل بعض الصفقات المقايدة زي نقول مع الهند أو مع الصين مصر استلفت كتير جدا مثلا من دول الخليج بدون مشروطيات تونس بتسعى إلى نفس القصة إنها استلفت جزئين من الجزائر فاكستان استلفت من الصين فبعد هدي الدول التي اتخذ على مشروطية صندوق النقد الدولي حاول إنها تهرب شوية خاصة في انخفاض أسعار السلع عالميا لكن حضرتك برضو مشوش بشأن التعامل مع أزواتها الاقتصادية ده معناه من الحكومة أو زي ما رأى البنك إنه مفيش سيناريو واضح إزاي يقدر أتعامل مع هذه الأزمة وسد الفجوة التمويلية لا فيه سيناريو واضح جدا بيع الأصول في غيره لا خالص مش بيع الأصول بس عندنا بيع الأصول شك تجديد السياسة النقدية شك أقول لحضرتك حاجة أنا بالنسبة لي تجديد السياسة النقدية هو أحد أهم عوامل اللي بتفرق دولة زي مصر مثلا من دولة زي الأرجنتين تجديد السياسة النقدية دي احنا مش عامين بيها من سنة فاتت ده صحيح وبدأت تقطي ثمارها دلوقتي يعني أقول لحضرتك حاجة بالنسبة لأي مواطن قاعد في مصر بيسمعنا فيه الناس طبعا مش قاعدة في مصر بتسمع هذا البرنامج لكن خلال الشهرين اللي فاتوا بدأ يكون هناك تباطؤ شاقول انتخفاض في الأسعار لكن تباطؤ في حركة زيادة في الأسعار ده مما لا شك فيه أنا فاكر أذكر جيدا خلال التلات تشهر الأورنية من هذا العام الرابع الأول كانت الناس بتاخد المرتب بتاحها في آخر الشهر تاني يوم بتلاقي طوابير في السوبر ماركت خوفا من تفعل الأسعار حاليا لا تجدي هذا التكلب على السلع بقى ده بل أصبح هناك هدوء سعار الحديد والأسمنت وخلافه بدأت في التباطؤ نتيجة انه ابتدى يحصل فعلا تباطؤ في نموه ما يسمى بالمعروض النقدي ده بالأرقام اللي بتطلع من بنك المركزي لكن ده شك من البرنامج حننفذناك كويس قوي الشك التاني اللي احنا مستنيينه يا أستاذ الناس ما بصراحة عشان بصريح معاك هو تجديد السياسة المالية أكتر من كده يعني ما زال فاكرة قلت لحضرتك أن الأساس في أي إصلاح أن العجزة في الموازنة ينخفض ما زالت مصر محتاجة أنها تخفض شوية العجزة في الموازنة وهو ما يصطدم مع الأراء المجتمعية أو يعني المزاج المجتمعية بالزبط جدا بس احنا دايما بنيجي على الدعمة بس ما نقولش مثلا في عندنا سنازيق خاصة فلو ضمناها للموازنة العامة فالدنيا ممكن توزن وعندنا مضوع برضو أن احنا ندرك بعض الشركات العامة ندركها في البورصة عشان يكون فيه شفاية أكتر فأنا متفق مع حضرتك كل هذه الملفات متأخرة ولكن الخبر المؤخرة مثلا أعلم عنه أن احنا أخدنا أو تعاقدنا مع مؤسس التمويل الدولية أنها تكون مستشارا في الطرح فمن الواضح أن أصبح هناك ايه اتجاه آخر مرة أخرى مش تشويش بقى في الرأي بس احنا بناخدها بالراحة شوية أستاذا نسمع ليه لأن احنا السنة اللي فاتت لو تفتكري في أزمة شديدة جدا اضطرنا نبيع بعض حسس الدولة في بعض الشركات بصراحة بأسعار زهيدة جدا فاعتقن الدولة بالعكس مش تشوش الدولة مش عاوزة تقرر نفس الخطوة أهمية الخطوة لحضرتك سكرتار هي وجود مؤسسة التمويل الدولية تابعة لمجموعة البنك الدولي في الطرح أو في الاستشارات للطرح للطرحات الحكومية ده ثقالها ايه ثقالها حاجتين ثقالها أن مؤسس التمويل الدولية لها تعجد في مصر منضوع قود هي على فكرة ليس فقط مقرد ولكن مستثمر في بعض الشركات المصرية يعني على مدار التاريخ منها شركات مدرجة في البورصة منها شركات غير مدرجة في البورصة فهي مؤسسة قاعدة أقول خابيرة جدا في الشأن المصري ده نمرة واحد نمرة اتنين هي مؤسسة تابعة للبنك الدولي فمعنى كده إنها بقيت مستشار في الطرح معنى كده إن علاقة مصر ما زالت جيدة بالبنك الدولي الذي هو مؤسسة بريتن وودز مع صندوق الناد الدول فعلى فكرة بيدي إشارة إن احنا مش فيه خلاف محتدم مع صندوق الناد الدول طيب يمكن نتفهم كده من خطاب السيد الرئيس إنه لا أو ده أمن قومي وأنا مش هقدر حرف ففهم إنه فيه خلاف أو فيه نقاط الدولة المصرية أي لا لا عليها والبنك المصر عليها ده اللي فهم يعني إنما هنتقل لنقطة أخرى وهي خطوة الاندمام لمجموعة بريكس رأي حضرتك إيه في هذه الخطوة أو هل ممكن من واقع اقتصاد مصر الآن إن هي تنضم لمجموعة دول منها روسيا الهند الصين جنوب إفريقيا البرازيل هل مصر بهذه القوة للدخول في هذه المجموعة خاصة نهاية بتحتل 30% من اقتصاد العالم أكيد هو أولا نقول حاجة بس على فكرة أنا من نوكة نظري يعني بريكس ما زالت ليست بالأهمية التي تطلق عليها هي الدول تمثل 30% من اقتصاد العالم تعداد سكانها يمثل حوالي 40% من سكان العالم ولكن حتى هذه اللحظة بريكس مؤسسة غير رسمية أنت متخيلة أصوزا ناسم يعني حتى هذه اللحظة من رغم كل ما يطلق عليها هي مؤسسة للتشاور والتعاون وانشأت منذ طريبا دخل يمكن على 20 سنة دلوقتي هي اجتماعات سنوية فقط لا غير ليس لديها حتى مطارا دائم يعني حجم التبادل التجاري ما بين هذه الدول ومصر مثلا إحنا بنتكلم على 30% لكن هذه ليست مجموعة هذه ليست مجموعة حتى هذه اللحظة مثلا بريكس عمله حاجة اسمها نيو ديفلوب منت بانك بانك التمويل الجديد بانك التمويل الجديد رأس ماله 100 مليار رأس ماله المصرح به يعني حد الأقصى رأس المال 100 مليار دولار عارف حضرك رأس المال المدفوع ما تم دفعه في عام كم 10 مليار طب الرقم ده كبير والصغير صندوق النقد الدولي عنده قدرة إقراض أز و سبيك يعني وإحنا منتكلم ذاتي تريليون أيها فعلما نقارف مجموعة بريكس بمؤسسة زي الأي مف هي مجموعة غير رسمية ليست لديها مقر دائم ولا مؤسسة نمر اتنين هناك اختلافات حدة سياسيا ما بين دول مجموعة بريكس يعني صين والهند عندهم مشاكل روسيا في حارة حار مع أوكرانيا فبريكس ليست الحل طب ليه الاحتفال بخطوة زي دي بريكس ليست هي الغارة في حد ذاته ولكن مكونات بريكس بالنسبة للمواصل المهمة الوقت تبادل التجاري بعملة مختلفة عن الدولار مش هتحصل في الأمد القريب ليه برضو أعوز أقول لها حدرك حاجة بسيطة جدا احنا بلون بريكس ما زالت informal صح غير رسمية الجي سي سي دول مجلس التعاون الخليجي مؤسسة في 1981 يعني تقريبا دخل على 40 سنة حتى هذه اللحظة لا توجد عملة خارجية موحدة وإن كان هو كان ضمن المشروع الأولاني دولة وعملة موحدة هو أمر مستحيل في بريكس في الوقت الحاضر ولكن هناك بعض المقايدات اللي تم بين مصر والهند مصر والصين ممكن مصر وروسيا فبريكس تكمن فيه الدول المكونة لها فرديا هذه الميزة يعني فرديا يعني احنا علاقتنا مع كل دولة في البريكس قوية ومهمة لكن هي كبريكس على بعضها يا أستاذا نسمع ليست مجموعة أو تجمع هيكون لها عمل وخاصة فبالتالي هينقذ الدول الناشئة يعني فكرة التبادل التجاري بعملات غير الدولار وهل وردة في البريكس ولا لأ آه بس مع عمل بايلاتر العمل مع الصين مثلا الجوان الصيني أو الروبل الروسي أو الروبي الهندي ممكن احنا بنعمل كده على فكرة حتى هذه اللي حصل ولكن لن يكون حلا ليه لأن بيحصل فيها أستاذا نسمع مقايدة يعني هما أنا بصدر لروسيا مثلا بورتوان وهيأخد منهم بترول أو غيز فلازم يكون إيمة دا قد إيمة دا لو ما عنديش ما أصدره لأن يكون دائما يبقى الفكرة كلها في صد الاحتياجات الغذائية أو السلع اللي أنا بحتاجها وعلى قدر قدرتي إن أنا أوفر سلع بديلة يعني ما ينفعش إن أنا أستيري زيادة عن الحد اللي أنا أقدر أدي به سلع أخر هي مقايدة يا أستاذا نسمع فبالتالي هنرجع في الآخر إن الدولار ما زال بيلعب دور مهمة جدا وإصلاحات بيلعب دور مهمة جدا ولكن نقدر نقول دا متنفس قصير الأجل طيب متنفس قصير الأجل طيب هل الحكومة من واقع جميع الأخبار اللي بنسمعها سواء اتفاقات طرح وما إلى ذلك هل الحكومة تظلف الاعتماد على الاقتراض الوداء قصيرة الأجل قويلة الأجل أم لديها خطة استثمار تخرج من خارج فكرة بيع أصول إلى استثمار حقيقي يضر عمل أجنبية هل دا وارد في الفترة القادمة أم لا الخطة موجودة لكن تنفيذها ما زال يعني إحنا قلنا نتكلم دولاتي على موضوع حتى بعد قانون الاستثمار الأخير مش قانون بقى نقول إن هو إصلاحات في قانون الصجار يعني 22 باند بيسهلوا الاستثمارات حتى هذه اللحظة ما المشكلة إيه عاوز أقول لحضرتك حاجة إن في شركات كتيرة جدا نفسها تدخل تستثمار في مصر ده بناء على معلومات شخصية وليس تحليلات هم فعلا حابين السوق المصري لكبره لأن فيه تفاتة تجارية كمان كتيرة قوي مصر عاملها مع تركيا مع الكوميسسا وخلافة فنفسهم يستفيدوا من ده عارف حضرتك مشكلة المستثمار الأجنبي مع مصر إيه واحدة البيروقراطية طبعا إنه بيتعامل مع أكتر من جاه نمر اتنين نقص الدولار حاليا فمستثمار الأجنبي بيقول أنا هدخل فلوسي طبعا عملت أرباح أخرجها زي مش عارف أخرجها فهذا لو هذه المشاكل تم حلها already الديماند أو الطلب موجود على استثمار في مصر فده اللي احنا بستنينه من حكومة خلال إمتى النصر الثاني من هذا العام أرجو إنه ما يكونش فيه فعلا تأخر عن كده وتعاقد مع مؤسسة التمجيل الدولية أعتقد ممكن يكون خطوة إيجابية أنها أو تشير الحكومة بمجموعة الإجراءات اللي هتشجع على الخطوة خاصة أخيرا يمكن الاقتصاد آه بيهم مجموعة لكن انعكساته بتهم الأغلبية الأعامة برايا حضرتك إمتى المواطن يحس بارتياح سؤال صعب جدا جدا أقول لحضرتك حاجة المواطن مش هيحس بالارتياح هيجيله يعني المواطن في هذه اللحظات اللي بيحصل إن المواطن للأسف بيضطر أنه يشتغل أكتر بمعنى ارتفاع الأسعار ممكن ينزل شوية على فكرة لو الدرس تقر هتلاقيني فيه أسعار قريدي نزلت الشهرين اللي فاتوا لكن المواطن فهذه مراحلة تضخمية خاصة يا سوزان إحنا قلنا فيه إجراءات وزارة المالية لم تتخذها بعد رفع شوية أسعار البنزين والطاقوك فالأسعار ممكن تستقر تعالوا قليلا فالمواطن في هذه اللحظات مش هقول هو اللي عليه العيب لكن إحنا كلنا كدول عندنا نقص في الموارد لازم المواطن هنشتغل أكتر مثلا عنده شفت هيشتغل شفتين فالمواطن لازم إن الدولة فيه فيه مواطن هتدعمه دايريكت وفيه مواطن آخر هو اللي لازم يشتغل من جانب آخر هل الموازنة العامة الأخيرة هل حضرتك شايف إنه الدرائب كانت في محلها في هذا التوقيت خاصة بالنسبة للموظفين اللي هما بيبلغوا خمسة مليون هل الدرائب كانت عادلة في الفترة الحالية أقول لحضرتك حاجة النمو في إيرادات الدولة سواء عن الدرائب أو غيرها تبقى أحد متطلبات الهمة جدا لسندوق النادي الدولي إنه زي ما قلنا مربط الفرس كله في أي أزمة اجتماعية في أي دولة ناشئة هو العجز في موازنة العامة للدولة بعض هذه الإجراءات مثل الدرائب طبعا بتكون مش أحسن حاجة للمواطن ولكنها بتكون ضرورية على أمن إن المواطن نفسه داخله هيزيد خلال الفترة وبعد كده هقدر يدفع فالمشكلة بقى مش في الدرائب المشكلة دلوقتي هل الدولة هتسمح إن يكون فيه مناخ استثماري داخل المواطن يزيد فيه ولا لأ أعتقد هذا السؤال اللي احنا هنشوف في النص التاني من هذا هذا السؤال ممكن هاختم مع حضرتك في اجتماع السياسة النقد ممكن أنا هزيع بعد الاجتماع لكن هاخد توقع منك توقع أي في الاجتماع الأخير كل الحوار ما هم نتكلم عليه له علاقة بالاجتماع الأخير على فكرة إن إحنا قدام مصارين قدام مصار إن مصر هتدخل مع صندوق نادي الدولي في استمرار المفاوضات ساعتها البنك المركزي قد يضطر إلى رفع الفايدة ورفعها بنسبة 2% ده معنى أن هيكون فيه تعوين هيبه احتمال كدير جدا فيه تحريك في سعر السلطة تحريك في سعر السلطة ليس بالضروري الخميس ولكن في الفترة القادمة لو مصر قررت إنها تأجل أو تعيد المفاوضات من نقطة الصفر إن إحنا نعيد تاني لأ هي ممكن فيه احتمالية التثبيت لأن هناك ما يستدعي للتثبيت من هدوء شوية معدلات تضخم الشهرية ولاست السنوية حداك طيب هل بتسمع عن خروج بعض المستثمرين المصريين سواء إذا كانوا بيقدروا يحولوا فلوسهم إلى الخارج أو حتى بينقلوا استثمراتهم أي مكان الخارج بيحصل تبدأ تقديرك ليه إيه علشان أزمة سعر الصرف بالمقام الأول يعني فيه مستثمرين كتيرة مثلا مش عارفة تجيب دولار تجيب به مواد خام مصريين فبالتالي ممكن يفتح فرع بره خارج مصر في دبي أو في لندن أو في خلافه علشان يقبل شركة الأم تتعامل بالدولار من بره فهنرجع تاني يا أستاذة نسمى إن سعر الصرف ومشكلة تحريره أعتقد هي في لبة المشكلة المصرية بالإضافة إلى فهد حباب الاستثمار وخفض العجز الموازن العام لو دول التارث مشاكل تحلو أعتقد مصر نتمنى أشكرك جدا سوزاني جينا مخاطب الجامعة الأمريكية بالقاهرة شكرا جزيلا لوجودك على شاشة بي بي سي شكرا جزيلا